السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم اخباركم ايه النهاردة ان شاء الله هعمل لكم احلى في رياح مسوية من جير فرن بجد طعمها حلوة جدا مش محتاجين بعد كده تشوها خالص في الفرن ولا على الفرن عندي فرخة اول حاجة اعملها هجيب صانية احطها على النار وهحط فيها معلقتين كبار زيت ومعلقتين كبار زبدة علشان نشوح فيهم الفراخ اول ما الفراخ اول ما الطاصة تسخن كده شوية هنزل بالزبدة بتاعتي طبعا الفراخ اللي عندي دي مخسولة ومنقوعة في محلول النقعة بتاعها اللي هو الخل واللمون ومعلقة سكر وكمان آآ اشر اللمون بحط اشر اللمون عليها وبسيبها كده حوالي ساعتين وبعد كده بصفيها وهبدأ بقى اشوحها على الجنبين تشوحها حلوة جدا وبعد كده هبدأ اقلبها وهي بتتشوح لازم تتقلب كده على الناحيتين علشان تاخد لون حلو ايه طبع مش هتستوي سوى كامل هحطر عندي حوالي ست بصلات حجمهم زي ما انتم شايفين كده صغير وهعملهم شرايح طبعا انا سايب الفراخ على نار متوسطة وهقلب فيها كل شوية هقلب فيها كده علشان تاخد لون حلو اول حاجة هنحطها دلوقتي التوم البودر والبصل البودر اثناء ما هي بتتشوح هنحط كمان معلقة بابريكا وهنقول التوابل بتاعتنا واحنا شغالين وهفضل اقلب فيها طبعا البابريكا بتتدلون حلو جدا طب البودر البصل البودر دول طبعا فراخ يعني بيبقى طعمها حلو جدا بيهم ده كامون وكصبرة وملح وفلفل اسود وكمان كاري الكاري طبعا حلو جدا مع الفراخ او يقولوا مثلا بهارات فراخ من عند العطار كده ممكن تجيبها جاهزة ممكن تعمليها انت في البيت براحتك بس انا بحب بعملها انا بحط البهارات الفراخ بتاعتي في برطمان بشوحها كويس جدا كل البهار لوحده وبعد كده بحطها في برطمان كده بس ايه صغير وبستعملها وبعد كده حطيت اربع فصوص توم اه صحوح زي ما انتوا شايفين وبعد كده هنزل بالبصل على الزيت اللي كان متحمر في الفراخ طلعتها طبعا وحطتها في طبق واحط ايه البصل بتاعي التوم طبعا المقطع بتاعه مجيش بس عشان تبقوا عارفين ان ما حطيت هنا اربع فصوص توم صحوح زي ما هم كده هبدأ بقى اشوح البصل بتاعي ده واحط تلات ورقات لورة وتابعا زي ما بهرت الفراخ هتبهر البصل برضو بنفس البهارات وراعي نسبة الملح هنحط الوقت توم بودر بصل بودر حوالي معلقة اللي ربع كده او نص معلقة ومعلقة كبيرة دبس الرمان دبس الرمان طبعا من الحاجات اللي بتدي طعم حلو جدا للبصل لما يجي تسوح كده وللفراخ بتدي طعم حلو جدا جربوا الوصفة دي بالبهارات دي بتجد بتدي طعم حلو قوي هحطت دلوقتي برضو بهارات الفراخ اللي كنت عاملاها زودت نسبة الكاري شوية والفلفل اسود وعليها كمان ملح يعني الوصفة دي اخرت مني حوالي معلقة كبيرة ملح ممسوحة كلها على بعضها نرسم علقة بابريكا يعني انت بتحطي الحاجات اللي حطتها على الفراخ هتحطيها على البصل بالزبط نفس الحاجات بالزبط علشان طبعا تبهري البصل زي ما بهرت الفراخ بعد كده هشوحهم كده خفيف وهنزل طبعا دلوقتي بالفراخ بتاعتي بعد ما البصل خدتها شويحة هحط الفراخ بتاعتي كتاني بس منساش معلقة السكر معلقة السكر دي بتدي كارمالة حلوة جدا للبصل لو عايزين تستبدلوها بعسل ما فيش مشكلة شوفتوا بقى شوية بهارات بسيطة جدا بس الطعم في الآخر بيبقى حكاية بيبقى جميل جدا هحط بقى الفراخ بتاعتي اللي اخدت لون حلو قوي وطعم كمان من الزبدة والتسويح بتاعها والبهارات هحط دلوقتي الصوس كمان اللي كانت فيه الفراخ كان شوية صوس كده وكمان هحط نص كباية طماطم انا الطماطم دي مأشراها وبشرتها او ممكن تضربها في الخلاط بس من غير مية وهحط كمان نص كباية مية الفراخ بتاعتي هتستوي في النص في السوال اللي عندي نص كباية المية وطماطمتين او نص كباية طماطم بس كده هتستوي في السوال دي بس هغط عليها مش هحط عليها اي حاجة تاني وده شكلها بعد ساعة من السوى طبعا لازم توطي عليها النار وتحط لها كده لو انت عايزة يعني بس بتدي طعم حلو او بتفرق حطي فحماية على النار اول ما تولع حطيها في طبق كده وحطيها حطي عليها معلقة زيت صغيرة وغطيها على طول عشان تدي ريحة البخار وان شاء الله تجربيها وتعجبك من تنسيش اللايك ومع السلام